أتذر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للملكة بعد أن كشفت تقارير عن حفلتين للموظفين وقيمتها في داونينغ ستريت عشية جنازة الأمير فيليف نظرا لأن الحفلين كسرتها قيود فيروس كورونا وذكرت التقارير أن بعض موظفي جونسون شاركوا تجمعا في تاونينغ ستريت في منزله في أبريل الماضي عندما تم حضر تجمع أشخاص من مختلف العائلات في الداخل علاوة على ذلك تم في فترة الحداد الوطني على زوج الملكة وأبلغت المملكة المتحدة يوم الجمعان أكثر من تسعة وتسعين ألف حالة إصابة جديدة بكورونا بانخفاضين عما كان الحال عليه الأسبوع السابق وقالت السلطات الصحية البريطانية أن هناك الآن ثقة عالية في أن متحور أوميكرون يمعتدل نسبيا بالنسبة لمعظم البالغين ومع ذلك فإن منظمة الصحة العالمية حذرت من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات لإثبات ذلك